اشتركوا في القناة فقط احسنوا النيات بالله عز وجل اثقوا بالله عز وجل الرجوع لله عز وجل متابعين الكرام الكثير من الصداقات والاستغفار كلها امور تجلب الرزق والخير وايضا الغيث النافع للمناطق الجزائرية اذا في اخر التحديثات العلمية لنماذج العالمية لحوال الطقس متابعين الكرام تشير الى تغير جذري في حوال الطقس بداية من الثالث عشر والرابع عشر من شهر في فريبين الله تعالى وهو اضطراب ان شاء الله ان ثبتت هذه التحديثات ستعود الامطار من جديد ستعود ان شاء الله الثلوج والانخفاظ في درجات الحرارة بإذن الله تعالى على العديد من المناطق الجزائرية كما نشاهدون باللون الاخضر اذا المتابعين الكرام كما قلنا بداية من الثالث عشر والرابع عشر من شهر فيفرين ان شاء الله اذا قد تتغير التحديثات للأحسن او للأسوأ لكن ان شاء الله تتغير للأحسن بإذن الله تعالى ويشمل هذا الاضطراب جل المناطق الجزائرية اذا ننتظر ذلك بإذن الله تعالى مع اقتراب المدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته